أفادت وكالة رويترز للأنباء أن الموافقات البريطانية على ترخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل تراجعت بشدة بعد بدء العدوان على غزة حيث انخفضت قيمة التصريح الممنوحة لبيع المعدات العسكرية لتل أبيب بأكثر من 95% وهو أدنى مستوى في 13 عاما وتستند هذه الأركام بحسب وكالة رويترز على معلومات قدمها مسؤولنا حكوميون للوكالة وبيانات من وحدة مراقبة الصادرات بوزارة الأعمال والتجارة البريطانية إلى أدنى مستوى في 13 عاما وبنسبة تفوق 95% تراجعت الموافقات البريطانية على ترخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل بسبب الضغوط الداخلية والخارجية على الحكومة البريطانية الناجمة عن سقوط عدد كبير من المدنيين في العدوان على غزة مسؤولون بريطانيون قالوا إن قيمة الترخيص التي وافقت عليها بريطانيا في الفترة من 7 أكتوبر إلى 31 ديسمبر من عام 2023 انخفضت إلى 859 ألف جنيه استرلينية وهو أدنى رقم منذ عام 2010 ويمكن مقارنة ذلك ببيانات رسمية تظهر موافقة الحكومة على مبيعات أسلحة بقيمة 20 مليون جنيه استرليني لإسرائيل لنفس الفترة من عام 2022 مما شمل ذخائر أسلحة خفيفة وقطع غيار مقاتلات وتظهر البيانات أيضا أنه في الفترة نفسها من عام 2017 وافقت الحكومة على مبيعات أسلحة بقيمة 185 مليون جنيه استرليني لإسرائيل مما شمل قطع غيار دبابات وصواريخ سطح جوه وعلى خلاف الولايات المتحدة لا تزود الحكومة البريطانية إسرائيل بالأسلحة بشكل مباشر بل تصدر ترخيص للشركات لبيع الأسلحة وكانت الحكومة البريطانية قد منعت في عام 2009 مبيعات الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي في حين فرضت في عام 1982 قيودا رسمية على إسرائيل بعد اجتياح لبنان